السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميدي في السنة الثانية متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم إن شاء الله راح نشوفوا ملخص درس جد مهم في الرياضيات للفصل الثاني اللي هو الزاوية المتكاملة وزاوية المتتمة إذن يلا أبنائي راح نعرفوها يعني كل زاوية نعرفوهم وطبعا نديروا تطبيق كيفاش ونحضروا نفسنا يعني تطبيق نحلوه باش نحضروا نفسنا سواء الفردي أو الاختبار إذن يلا نعطيكم يعني من البداية هذا الدرس أبنائي راح تشوفوه سواء في فرد أو اختبار الفصل الثاني إذن يلا نبدأ بكلمة زاويتان متكاملتان تفكروا شوفوا كلمة متكاملتان معتها وحدة تكملوا خلا نفهم متكاملتان إذن هما زاويتان مجموع قيسهما 180 درجة معتكين جمع الزاوية الأولى زائد الزاوية الثانية يكملوا لي القيس اللي هو 180 مفهم لازم نخلطوش مبيناتهم إذن يلا هل الزاويتان لازم يكونوا كيف كيف لا ابنائي ناخدوا على سبيل المثال شوفوا اللي هنا الزاوية آ أو أف قيسها 140 درجة اللي هي زاوية نوعها منفرجة قلنا المفرجة يعني نديروا تذكيرتها سنة أولى منفرجة اللي تكون أكبر من 90 درجة 140 كبيرة على 90 درجة فهي مفرجة والزاوية أف أو بي قيسها 40 درجة مفهم اللي هي زاوية حدا قلنا اللي تحت 90 نسميها زاوية حدا إذا جمعت الاثنين معا مجمعة أف أو بي زائد آ أو أف أو يعطيني الزاوية هذه اللي نسميها مستقيمة هي قيسها 180 درجة معتها 140 واربعين أي تعطيني 180 درجة إذن وش نقول الزاويتان أف أو بي وآ أو أف هما زاويتان متكاملتان قلنا نتفكروا كلمة متكاملتان معتها وحدة تكمل أخرى باش يديروا لي 180 درجة لأنه نلاحظوا باللي راني غير نكرر لأنه نلاحظ باللي التلاميذ كتير في الفرد والاختبارات معادك استخاص إلى غير ذلك يغلطوا ويخلطوا ما بين المتكاملتان والمتتمتان ملاحظة صغيرة أبنائي قبل ما نروحوا اللي بعدها الزاوية دوما الرأس التحوش ندلوه ندلوه شابو معتها نبدأ نقرأ ملا واحد تنين ثلاثة وهذه اللي فيها الزاوية هي اللي ندلها شابو معتها يلا المتكاملتان سابق قلنا باللي إذن في الزوج كنجمحوا 120-180 إما لأ المتتمتان وشنو هما إذن هما زاويتان مجموع قيسهما 90 درجة معتها متتامة معتها وحدة زائد الثانية تعطيني في الزوج 90 هادو لا لا 180 وهادو 90 مفعون معتها هادي أبنائي هي النصف تاع هادي إذن يلا ناخدو المثال التاعنا قال لي إيغغاغ أو آل قيسها 30 درجة والزاوية آل أو زاوية قيسها وشنو 60 درجة إذن لو كنجمع الزاوية المعن اللي تعطيني الزاوية زاوية زاوية زاو إيغغغ رح يولي القيسة تحة 90 درجة لأنه 60 زي 30 ري تعطيني 90 درجة إذن وشنقول الزاويتان إيغغغ أو آل وزاة أو آل هما زاوية متتامة متتامة 90 متكاملة 180 درجة إذن الله أستاذ قل لي نقولوا كيفاش يطحنا سواء فردا أو اختبارا يعني أسئلة بسيطة عليها جدا 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 ما علي إلا أبنائي وبناتي إن نركز فقط هذا هي الدرس ما وش صعيب كامل إذن تطبيق تاعي يقول أذكر الزاوية المتتامة والمتكاملة في الشكل إذن أعطاني شكل خربط كما لكم تلاحظوا وقال لي يعني هو فقط هدوب الألوان مفهوم والإحنا نستعمل الألوان بش ما نخلطوش قال لي أعطيني جع الزاوية المتتمة والمتكاملة يعطيني الزاوية اللي كين جمحهم يعطوني 180 درجة والزاوية اللي كين جمحهم يعطوني 90 درجة إذن يلا أبنائي يعطونا هكذا شكل ونبدأ أنا لاحظ بلي V O Y و Z O Y متتمة إذن يلا نروحوا للشكل ونشوفوا ورها إذن نبدأ V O Y إذن يلا أبنائي V O Y اللي هي هاد الزاوية هاينسميها لكم واحد مفهوم بش ما تخلطان عش يلا كي نزيد لها Z O Y تسما يلا نزيد لها Z O Y تسما نزيد لها هادي تنين نفهم إذن هادي زائد هادي وشا ما يشكلوا لأبنائي هادي وشنو زاوية قائمة إذن نلقي 6 حن في الزوج حال 90 درجة فهما زاوية متتمة يلا زايد يستخرجوا لوحدة أخرى Z O Y يلا نفس الشي يشوفوا Z O Y هذه اللي هي التانية قال لي زيديها Z O T اللي هي Z O T هادي ثلاثة نفس الشي أبنائي تلاحظوا بللي كي نجمع هادي مع هادي هادي وشي تشكل زاوية قائمة قيسوهما معا 90 درجة فهما متتمة يلا ناخدو واحدة أخرى إذن من أحسن ترتبو المتتمة تقعو كيف كيف والمتكاملة تقع كيف كيف إذن يلا كيف كيف عندي X O Y يلا نشوفوا X O Y عفوا X O U X O U اللي هي هادي نسموها مثلا أربع مفهم وكذلك T O U T O U إذن هذه مثلا نسميها خمسة إذن أمنأت لحدوك بللي كي جمعت هادي في الزوج أو أعطاني زاوية قائمة إذن فهما متتمة إذن قيسوهما في الزوج 90 درجة يلا هدوك أخلاص نشوف المتكاملة معتها في الزوج يديروا لي السطر مفهم هادي وشو معتها متكاملة معتها يشكلوا لي زاوية مستقيمة اللي قيسوها 180 إذن عندي Z O X إذن يلا أبنائي Z O X اللي هي هذه الكلية إذن عندها ثلاثة والخمسة والربعة يلا وZ O Y مفهم إذن هادي مع الثنين تمكن جمع هادي أبنائي كاملة مع هادي راي تعطيني متكاملة قيسوها 180 يلا ناخد واحدة أخرى V O Y يلا V O Y مفهم اللي هي هادي زاوية واحد كنجمحة مع U O Y اللي هي هادي زاوية خمسة ثلاثة زوج هادو قع كيف كيف مع هادي راي تعطيني 180 درجة إذن فهما متكاملة وعندنا وحده خلا Y O T يلا Y O T مع T O X معتها هادي الزاوية القائمة مع هادي الزاوية القائمة راي تعطوني زاوية مستقيمة قيسوها X عفون قيسوها 180 درجة مفهم نسموها متكاملة تلاحظو هاكها يعطوني أشكال متنوعة وعاددة ومعلي إلا يقول لي أذكر ولا استخرج من الرسم تاعك ولا شكل تاعك زاوية متتمة أو زاوية متكاملة مفهم أبنائي درس سهل وبسيط ما نعقدوش فقط لأمور إذن كالعادة اللي عنده أي سؤال ولا استفسار إلا يخليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما أقول لكم أبنائي بالتوفيق إن شاء الله موسيقى